اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي لا تعدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطع إلا بك لالذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولا الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك جميعا بقلوب صادقة يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي بك عرفتك وأنت ذللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيئا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسره بغيري شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعوه غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إليه وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنبلي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء لديك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا وأعلم أنك للراجين بموضع إجابا وللملهوفين بمرصد إغاثا وأنا في اللهف إلى جودك والرضى بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغافتي من منا ليس بصاحب حاجة وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدقي وعدك ولجأي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيره ولا إله إلا أن وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا ثائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك طميعا فإن عفوتا فخير راحم وإن عذبتا فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره وجودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلتي حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت أن لا تخيب بين ذيلي وذيلي منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج عظمى يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تواخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين وأنا يا سيدي عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصاف عمان أحسن بك ظن وما أنا يا ربي وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي ربي جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرمي وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي بل لأنك يا ربي خير الساترين وأحكموا الحاكمين وأكرموا الأكرمين ستاروا العيوب غفاروا علاموا تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعتي رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حيو يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التاب يا عظيم المان يا قديم الأحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيئة أين صنائعك السنيئة أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدئ بالإحسان نعمة وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيحة ما تستور أم عظيم ما أبليت وأوليت أم كثيرا ما منه نجيت وعافيت يا حبيب من تحبب إليك ويا قرة عيني من لا أذبك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميلي ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه جهدك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرماك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليديني بالرحمة فوعزتك يا سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن تهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسألوا عن فعلك ولا تنازعوا في ملكك ولا تشاركوا في أمرك ولا تضادوا في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام من لا عذابك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالصفع القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك طمعنا يا ربي إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما عصيناك ونحن نرجو أن تسترى علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أنت جود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فمن علينا بما أنت أهله وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صعد ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بأعلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدسك أسماءك وجل فناءك وكرم صنايك وفعالك أنت إلهي أوسعه فضلا وأعظم حلمان من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي فالعفو العفو العافو سيدي اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى اللهم اغفر لي ولوالداي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملكنا كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا اللهم صل على محمد وعال محمد واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقيا ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأمة عليهم السلام ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة اللهم تب علي حتى لا أعصيك وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فقذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلفا مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني فإن عفوتا يا رب فطالما عفوتا عن المذنبين قبلي لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عما أحسن بك ظن إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرمي وجهك سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي قويته والذليل الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته والخاطئ الذي أقلته وأنا القليل الذي كثرته والمستضعف الذي نصرته وأنا الطريد الذي آويته أنا يا رب الذي لم أستحرك في الخضاء ولم أراقب كاف الملع أنا صاحب الدواه العظمى أنا الذي على سيده اجتراه أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشاة أنا الذي حين بشرت بها فرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فما رعوايت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعدايت وأسقطني من عينك فما باليت فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لعقوبتك ولا لعقوبتك متعود لكن خطيئة لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواء سوءتك على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعتي رحمتك ونهيك إيايا عن القنوط لقنطته عندما أتذكر معاه يا خيرا من دعاه دعا وأفضلا من رجل اللهم بذمة الإسلام أتوسلوا إلى ميك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توحش استينا سيماني ولا تجعل ثواب ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا وأملوا وإنا آمنا بك أنسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجائك في صدورنا ولا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت أنت الوهاء فوعزتك لو انتهلتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهما قلبي من المعرفة بكرمك وسعتي رحمتك إلى ما يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى ما يلتجء المخلوق إلا إلى خالقه إلهي إلهي لو قرنتني بالأصفات ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضايحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى ياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الأعيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهد لرقدتي ولما فرشوا بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمتي قبري أبكي لسؤالي منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى أن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأن لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحييه فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكال لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا ربي في جنبي شكرك وما قدر عملي في جنبي نعمك وإحسانك إلهي إِنَّ جُودَكَ بَسَطَ أَمَلِيهِ وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك انخالص رجائي وخوفي وبك أنسات محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتها سؤلي فارق بيني وبين ذنب المال عليم اللزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجائي فيك وعظيم الطمعي منك الذي أوجبته على نفسك من الرافة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم يا لك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي رحمني إذا انقطعت حجتي وكلا عن جوابك لساني وطاشى عند سؤالك إيايا لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلتي صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك مؤتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ضلي عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكني الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بأحسانك ومعروفك فإنك ماثقتي ولا تحرمني ثابك فإنك العارف بفقري إلهي إِنْ كَنَا قَدَّنَا أَجَلِهِ وَلَمْ يُقَرِّبْنِي مِنْكَ عَمَلِهِ فَقَدْ جَعَلْتُ الْاَعْتِرَافَ إِلَيْكَ بِذَنْبِي وَسَائِلَا عِلَلِي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعاف وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كلبتي وفي القبر وحدتي وفي اللحدي وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسان يقلبني صالح جيرتي وتحنى علي محمولا قد تناول الأقرب أطراف جنازتي وجد علي منكولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد قربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلاكت سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجء إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفران من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفواك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذوما قديم وصفح عظيم وتجارز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقنا أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرعوا باب إحسانك بدعائه فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا ربي من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خيرا من سؤل وأجودا من أعطاه أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهلي حزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت أمرها وحسنت عملاها وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرام وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما تقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياءا ولا سمعا ولا أشرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين اللهم أعطني السعة في الرزق والأمنى في الوطان وقرة العين في الأهل والمال والولاد والمقامة في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدان والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعتي رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبداً ما استعمرتني واجعلني من أوفري عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقاً واسعاً من فضلك الواسع واصرف عني يا سيد الأسوا وقضي عني الذين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء من واخذ عني بأسماعي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين عليه وانصرني عليهم وأقر عينيه وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجاً ومخرجاً واجعل من أرادني بسوء من جميعي خلقك تحت قدمي وكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئاتي عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العيني بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد واله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لأن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولأن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك ولأن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى ما يفزع المذنبون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلالي والإكرام حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام اللهم ألحقني بصالحي من مضى واجعلني من صالحي من بقي واخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين بي الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وأعني على صالحي ما أعطيتني وثبتني يا ربي ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين اللهم إني أسألك إيمانا لا أجلاله دون لقائك أحيني ما أحييتني علي وتوفني إذا توفيتني علي وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفليني من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشال والهم والجوب والبخل والغفلة والقسوة والمسكنات والفقر والفاق وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من نفس لا تقنى وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع وأعوذ بك يا ربي على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بها لك ولا تردني بعذاب أليم اللهم تقبل مني وأعني ذكري وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة وأعطني يا ربي جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عما ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاءك فأعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغاد ولذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا آمن فأغثني وفرج هي من يقبل اليسير ويعفو تضرع إلى الله إقبال مني اليسير وعفو عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت ليه وردني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أمين 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 أمين